موسيقى عشرات الأطفال جاءوا يشاركون في مهرجان نواري نيسان بمدينة رامالله يتعلمون باللعاب يرسمون يلونون يصنعون تجارب علمية متميزة جينا حضرنا على المدرج كيف بتفاعل ساني اكسيد الكربون مع الماء يعني بفيد وبصير يطلع الغاز برجع زل حالته زي ما كانت قبل جينا هون يعني مع الأطفال اللي لعب وجينا هون برده عثاني نشوف النشاطات اللي بعملوها شوفنا انه فيه أشياء خطرة بس انه منيحة بنستفيد منها نواري نيسان الذي تنفذه بلدية رامالله للسنة الرابعة على التوالي جاء مختلفا هذا العام بانضمام الأطفال من دوي الاحتياجات الخاصة إليه ليتفاعلوا مع غير من الأطفال متجاوزين ما لديهم من إعاقة بميزنا اليوم إذا ملاحظة جبل النجمة والهلال عم بعملوا لغة الإشارة لرواية القصة فهذه دخلناها أنه كل الأطفال صاروا بحبوا هن يقولوا كيفها وين نقدر نتعلمها يعني صلنا السنتين برضو من نهدف ندخل كل الأطفال ذو احتياجات خاصة ندمجهم مع الأطفال مش بس يجوا هن يشاركوا السنة هن عاملين طاولة والمدارس عم تيجي ع طاولتهم بتشارك معي هن حاسين أنه في إقبال أكتر من السنين الماضي يمكن لأنه أكتر المدارس صارت تتفعل مع المهرجان فعمليا في كثير من طلاب المدارس اللي في مدينة رمالله بزوروا فعاليات المهرجان ولعل تنوع فعاليات المهرجان ما بين المكتبة المتنقلة التي تحبب الأطفال بالقراءة وصناعة تجارب علمية تساعد الطلاب على فهم العمليات الحيوية الطبيعية وأكثر ما يشد الانتباه نوار نيسان هاي سنة عن الحواس الخمسة فإحنا ركزنا هاي سنة عن حاسة اللمس فجيبنا ورشة أمل مالتينة لأطفال بسو سلة صغيرة أوريغامي من الوركة هي كمان شنو كريست الإيستر وهيك إنو سلة صغيرة وبهطوا فيها أصفور أصفور فلسطيني إذا بدك يعني الأصفور الشمس شاركتنا بالمهرجان تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال بتركز بشكل أساسي على التفكير النقدي والإبداع والاستكشاف تفاعل الأطفال والأهالي يعني واضح أنه عندهم شغف وعندهم حب وفضول فهي الأنشطة زي ما قلت لك ركزنا أن تكون فيها نوع من الاستكشاف والفضول عند الأطفال نوار نيسان عاد ليرسم الإبتسامة من جديد على وجوه الأطفال الصغار في ظل كل الظروف الصعبة التي يعيشها أطفالنا بمزيد الإبتسام الإسرائيلي وفا عاروري تلفزيون وطن رام الله